بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم في الفيديو ده ان شاء الله عن يونت 3 عنوانها random variable يعني متغير عشوائي طيب في الحقيقة هي مقسومة نوعين نوع اسمه discrete يعني متقطع ونوع اسمه continuous يعني متصل بس الـ continuous ده اتلقى السنة دي من عليك فاحنا علينا الـ discrete بس هو ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو ان شاء الله قلنا جمعة كلمة random variable معناها متغير عشوائي طب تعالى نفهم ايه المتغير العشوائي ده تخيل معايا كده لما بنلعب طاولة ايه اللي بيحصل بنمسك الزهرتين نرميهم فمثلا لو الزهرة الاولى طلعت 1 والزهرة التانية مثلا طلعت 4 بنبدأ نجمعهم يبقى المجموع 5 فنبدأ نتحرك 5 خنات جوا الطاولة طيب لو رميت مرة كمان فظهرة مثلا طلعت 6 وظهرة مثلا طلعت 3 مجموحهم 9 يبقى انا هبدأ اتحرك امسك كده الاشاطة اللي بلعب بيه اتحرك 9 خنات جوا الطاولة جميل جدا فكده ايه الرول اللي احنا بنلعب بيه الرول كده اسمه sum of the two numbers يعني انا بجمع الرقمين اللي بيطلعوا ده القانون اللي احنا بنلعب بيه وهو يا جماعة ده الrandom variable طيب في لعبة السلم والتعبان مثلا كان ايه اللي بيحصل نفس الكلام بنمسك ظهرتين زمان لو تفتكر نرميهم واحدة طلعت 4 واحدة طلعت 3 اقول اه والله 4 و3 مجموحهم 7 يبقى انا من حقيقة اتحرك 7 حركات دلوقتي امشي 7 حانات لقدام مثلا فبرضو الرول اللي بنلعب بيه هو sum of the two numbers طب ليه اسمه ليه هو ده الrandom variable اولا هو راندم عشوائي ممكن يطلب منك اي حاجة في المسألة يعني ممكن يجي في مسألة يقولك لو انت بتلعب بزهرتين اعمل لهم مرة sum ومرة difference ومرة product اعمل لهم time يزدربهم في بعض فهي حاجة راندم عشوائيا طب ليه variable لانه متغير زي ما انت شاهد كده الاجابة بتاعته مرة تطلع 5 مرة 9 مرة 7 على حسب حاجة بالحظ الله اعلم لم ارمي اللي هيطلع معاه عشان كده هو random variable متغير عشوائي فخلاصة الموضوع اللي انا بقوله ده ان الrandom variable لاجماعة هو الرول اللي بنلعب بيه في المسألة او اللي بنلعب بيه في اللعبة بتاعتنا قانون اللي بيحكم اللعبة طيب تعالى نشوف example بقى عشان تفهم اكتر اللي انا بقوله في example 1 بيقول in the experiment of tossing a coin twice تعالى بس الحد معوضوع tossing a coin twice ده نفتكر كده مع بعض لما نرمي coin مرتين كان اللي بيحصل انتهت الكرام ده السنة اللي فاتت والله يا مستر لما رمي coin مرة واحدة انا فاكرك ان كان بيطلع حاجة اسمها head او tail حلو ده لو رميت مرة واحدة طب لو قررت ترمي مرة كمان والله يا مستر لو المرة الاولى طلعت head المرة التانية ممكن تطلع head او tail طب لو المرة الاولى طلعت tail ورمي التاني برضو ممكن تطلع الرمية التانية head او tail هي حرة الله اعلم فكنا بنكتب حاجة مهمة جدا اسمها sample space عبارة عن set فيها كل الاحتمالات اللي ممكن تطلع او الاحتمال هنا ان الرميتين يطلعوا head head زي ما انتا شايف كده طب الاحتمال اللي بعده مستر head tail وبعدين tail head اخر حاجة tail tail ادي الطريقة اللي بنكتب بيها يا جماعة sample space يبقى نعيد تاني كوزء بتاعتاني يا سنوي ده انا رميت كوين مرتين المرة اللي طلعت head او tail طيب لو القولة طلعت head ورمينا تاني تطلع head او tail وهناك نفس الكلام برضو لو رميت تاني احتمال تطلع head او tail فبنقراها ازاي بنقول head head بعدين head tail tail head بعدين tail tail ادي الاربع احتمالات بتاعنا جميل جدا طيب نكمل بقى ده الجزء بتاع السنة اللي فاتت ايه بقى الجزء اللي عايزين نتعلمه السنة دي في كل المسائل اللي جاية ان شاء الله الراندم فاريابل بتاعنا يا جماعة بنسمي x في كل المسائل طيب فبيقول لك لو انا قلت لك ان الراندم فاريابل اللي هو القانون اللي هنلعب بي في المسألة هنا is the number of heads هو عدد الheads احسب لي range بتاعه بكام والprobability distribution اللي احتمالات بتاعته بكام كمان طيب انا مطلوب مني ايه مطلوب مني اخد القانون اللي هو قاله ده واعد احسبه بكام يعني مثلا هو عايزني احسب عدد الheads بس جدا ده اللي مطلوب مني تعالى على كل احتمال من الاربعة دول نحسب عدد الheads بكام اول واحدة دي head head يعني فيه two heads بعدين head tail يعني فيه head واحد بعدين tail head يبقى فيه head واحد بعدين tail tail مافيش ولا head يعني zero فايه هو الرانج اللي هو طلبه ده جماعة الرانج of x range of x هي الاجابات اللي طلعت اللي هي واضح انها zero او one او تو خلي بالك ما كتبتش الone مرتين كتبته مرة واحدة بس احنا في علامة السيد دي ما بنقررش حاجة انا بكتب كل الاجابات نوعيات الاجابات اللي طلعت قصة يا zero يا وان يا تو طيب ايه بقى الprobability distribution الprobability distribution ده حاجة مهمة جدا 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 probability distribution ده عبارة عن table بالشكل ده كده لو الrandom variable اسمه x هنعتبر ان الprobability بتاعته اسمها f of x فالاجابات اللي طلعت معنا زي ما انت شبت zero او one او two يا ترى كل رقم من دول probability بتاعته احتمالية ان هو يحصل بكام تعالا كده نفكر واضح ان ال zero ده ظهر مرة واحدة من وسط اربع مرات اهو مرة واحدة من وسط ادي واحد اتنين تلاتة اربع اربع احتمالات يبقى one over four طب الone اهو يا جماعة ظهر مرتين من اربع مرات يبقى two over four اخر حاجة الثو ظهرت مرة واحدة من اربع احتمالات يبقى one over four طب ازاي مسترج اتأكد ان الحل صح لازم مجموع ال f of x في اي مسألة يطلع one لو جمعت اجابات ال f of x دي على الكالكليتور لازم تطلع لحضرتك one يبقى انت كده عملت تشيك ان الحل بتاعك صح طب نعيد تاني عشان تفهم ركز معي في example two بيقول in the experiment of tossing a coin twice برضو نفس الكلام رمية coin مرتين اهو يبقى head tail دي الرمية الاولى طب لو رمية تاني ادزل هنا head tail وهنا برضو head tail عشان كده simple space بتاعتنا تطلع head 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 tail بعدين tail head واخر احتمال ان الرميتين يطلعوا tail زي ما انت شايف كده اهم حاجة بالنسبة لي بقى ايه هو ال random variable قالك ال random variable في المسألة دي denoted by number of heads minus number of tails ده الرول اللي هنلعب بيها جماعة اهو ركز معي عدد الheads minus عدد التيلز هو ده القانون اللي عايزني اطبقه في المسألة طب انا مطلوب مني اه مستر مطلوب مني احسب القانون ده هيطلع بكام في كل احتمال من الاربعة دول حلو اهو تاني ايه هو الرول بتاعنا عدد الheads minus عدد التيلز فهنا في اول واحدة حضرتك عندك two heads اهو head head يبقى two heads minus zero tail ما فيش ولا tail فتطلع الاجابة two طب هنا one head minus one tail تطلع الاجابة zero طب هنا برضو one head minus one tail تطلع الاجابة zero انما هنا zero head minus two tail تطلع الاجابة negative two ادي الاربع اجابات اللي طلعوا معنا يبقى ايه هو يا جماعة range of x range of x يا مستر يا two يا zero يا negative two وما بنكتبش zero مرتين ولا حاجة ادي كل الاجابات اللي طلعت له طب ايه هو مستر probability distribution كلمة probability distribution يعني الجدوة للصغير ده x f of x والله الاجابة طلعت two او zero او negative two طيب الطو يا مستر ظهرت لنا مرة واحدة اهي من اربع مرة يبقى one over four انما zero طلع لنا مرتين يبقى two over four النجative two ظهرت مرة واحدة يبقى one over four تتأكد ازاي ان حلك صح لما تجمع الرمية الاولى اهي head او tail طب لو رمية تاني يطلع head او tail وهنا برضو يطلع head او tail ادي الرمية التانية طب لو رمية تانية يا جماعة تحت كل واحدة من دول تطلع لhead او tail كده بالشكل ده اهو head tail head tail head tail head tail في حالة زي كده هنكتب sample space ازاي نركز بقى معايا كده ادي sample space اهيه اول احتمال ان يطلع ادي head 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 يعني التلات رميات يطلعوا head طب وبعدين head head tail وبعدين head tail head وبعدين head tail tail وبعدين tail head head وبعدين tail head tail وبعدين tail tail head اخر حاجة للتلات رميات يطلعوا tail 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 ادي sample space زي ما انتو شايفين طيب ايه هو random variable في المسألة دي تعال بقى كده نقرأ لو سمحت مع بعض بيقولك بيقولك let the random variable denoted by the absolute difference between number of heads and number of tails ايه مستر بجملة طويلة دي تعال نقسمها مع بعض هو يعني ايه كلمة difference between head والtail يعني هعملهم plus ولا minus لا minus طبعا ده بيقولك هاتلي difference ما بين عدد الheads وعدد tail يعني عايزك تعملهم minus جميل جدا طب يعني ايه بقى كلمة absolute اللي في الاول دي يعني حضرتك لما تعملهم minus حتى لو الاجابة طلع negative انت هتكتبها positive ليه عشان كلمة absolute اللي هو كاتبها دي absolute ده بيشيل النجاتب يا جمع فمثلا فأول احتمال هنا قدي الابسليوت هو عندي three head minus zero tail يبقى الاجابة طلعت three ماشي هنا absolute two head minus one tail فالاجابة طلعت one طب اللي بعده absolute ادي اثنين head minus tail واحد فطلعت one طب هنا one head minus two tail هتطلع negative one بس عشان علامة الابسليوت انا هكتبها one طب هنا two head minus one tail فتطلع one طب هنا one head اهو minus اثنين two tail اهو من اثنين تلهم فتطلع negative one لا مسترح نه نكتب one وبعدين اللي بعدها هتطلع one واللي بعدها هتطلع three فلو جيدا نكتب range of x هنا فوق كده جماعة هنلاقي لكل الاجابات اللي طلعت يا one ياسري مفيش غير الرقمين دول طيب لو حبيت اعمل probability distribution ادي x و f of x الارقام كلها ضلع يا one ياسري فلو عدت الone تلع كم مرة عد معايا كده ادي one two three four five six ست مرات طب وهم كلهم على بعض كان احتمال اصلا هتلاقيهم eight يبقى six over eight طب فين السري ظهرت كم مرة ادي مرة وادي التانية اللي هيا الاولى والاخيرة يبقى two over eight وفعلا الرقمين دول مجموحهم one يبقى اتأكدت ان الحل بتاعي صح لحد number four يا جماعة دي شوية الافكار اللي عندنا على الكون تعال نشوف بقى number five لو جاب فكرة على die اللي هي الزهرة بيقول in the experiment of rolling a die twice let the random variable x denoted by sum of the two numbers هنرمي زهرة مرتين والقانون اللي هنلعب بيه هو sum of the two numbers مجموعة الرقمين دلوقتي يا جماعة انا لو رميت زهرة مرة واحدة الاحتمالات اللي هتطلع لي one او two او three او four او five او six يعني ست احتمالات فهسأل حضرتك لما رمي زهرة واحدة بيطلع ست احتمالات طب لو رميت زهرتين يطلع كم احتمال طبعا كله هيقول لي 12 لا مش 12 احتمال هم هيطلع 36 ليه بقى اللي هم six times six تخيل كده لو الزهرة الاولى رميتها قدامي في الطاولة وطلعت one خلاص وقررت ارمي زهرة تانية الزهرة التانية دي احتمال وحدها كده تطلع one two three four five six طب لو الزهرة مثلا الاولى طلعت three ورميت الزهرة التانية برضو احتمال تطلع من كام لحد كام يا مستر من one لحد six يطلع 36 احتمال طب انا هفتح sample space وقعد اكتب 36 احتمال في الامتحان ففي حل اسهل من ده ايه هو ركز بقى معي ان احنا نرسمها على جراف بالشكل ده يسهلها علينا جدا نعتبر ان دي كده الرمية الاولى اهي ال x axis مثلا وال y axis هو الرمية التانية في المنظر ده كده ادي one two three four هنا كده five six وهنا one two three four five six دي الرمية الاولى هي جماعة اللي هي x axis ودي الرمية التانية اللي هي y axis فهتكتشف ان هم كونوا مع بعض 36 مربع قدامك هم دول 36 احتمال بتوعنا جميل جدا طب حضرتك عايز مني ايه انا عايز تعمل sum لل two numbers تجمع الرقم ففي المربع الاولاني هنا one وone مجموحهم two انا هعمل بقى اللي هو طلبوا مني هاو ده جمع الارقام كلها طب الخانة اللي بعدها دي one two three one three مجموحهم four one four مجموحهم five one plus five six one plus six وهكذا three plus one four هاو ده جمع كل الخانات five six seven eight nine هنا مثلا four four اه one اه مجموحهم five four اه وtwo اه يبقى مجموحهم في المربع ده six وهكذا seven eight nine ten six seven eight nine ten eleven seven eight nine ten eleven twelve وطبعا اكبر رقم بنوصل هو six six twelve اكيد ما فيش رقم اكبر من كده طيب والله مستر واضح ان كده range of x لو جينا كده نعمل مع بعض probability distribution مثلا اهو هنا كده اهو ادي x وف واضح ان الاجابات اللي طلعت لل x كتير شوية اصغر اجابة طلعت قدام حضرتك بtwo اهي واكبر اجابة طلعت بtw طيب تعال بقى نعد مع بعض كده لو سمحت لو فكرت معي two ظهرت كم مرة في الاجابات مرة واحدة من 36 مربع يعني احتمالية ان هي تحصل one over 36 طب السري اهي ظهرت كم مرة مرتين مفيش غير هم في المربعات دي كلها يبقى two over 36 طب الفور تلت مرات يبقى three over 36 بعدين الfive اربع مرات الsix خمس مرات الseven ست مرات طب الeight تبدأ تقل لتاني one two three four five يبقى five over 36 ال nine اربع مرات ال ten تلت مرات ال eleven مرتين لحد التولف اللي ظهرك مرة واحدة جمع وطبعا في مسألة طويلة زي دي لازم تجمع كل الارقام دي وتتأكد ان هم طلعين وده عشان تتأكد ان الحل بتاعك صح طيب في اجزامبل six برضو بيقول ده ده رمية ظهرة مرتين فهنرسم نفس الرسم هو يا جماعة بالشكل ده كده one two three four five six one two three four five six طيب وهنا برضو one two three four five six اهي one two three four five six عايز مني ايه بقى انا ركز كده عشان الطلب اللي هو طلبه هنا مهم قوي بيقول انا عايز the absolute difference between two numbers خلاص يا مستر ما احنا خدنا الجملة دي قبل كده وفهمناها كلمة difference يعني همسك الرقمين اعمل لهم minus وابسليوت يعني لازم الاجابة تبقى بسطة فلو احنا وقفين في اول مربع هنا one minus one تطلع الاجابة zero طب اللي بعد one minus two بnegative one لا احنا هنكتبها one ليه عشان كلمة absolute one minus three negative two لا مستر احنا هنكتبها two one minus four negative three لاخرص مستر بقى three four five طب هنا مثلا two minus one تبقى one طب two minus two one zero one two three three two one zero one two four three two one zero one هنا five four three two one zero يا جماعة انا بملى المربعات دي ازاي واقف عند اي مربع كده انت محتر فيه مثلا اهو المربع ده مثلا ادي هنا رابط five وتحت هنا رابط six فعملهم minus بعض وحط علبة absolute يطلع لك الاجابة one زي ما انتا شايف كده تمام ليه لان هو اللي طلب كده في المسألة فقدر دلوقتي يقول ان probability distribution بالشكل ده كده هو x f of x ايه الاجابات اللي طلعت هنا يا جماعة اصغر اجابة طلعت معايا zero واكبر اجابة five يبقى zero one two three four five طب الزيرو ظهر كم مرة one two three four five six ست مرات من thirty six طب الone ظهر كم مرة one two three four five six seven eight nine ten 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 thirty six طب الtwo لو عدت تعد التو هات ثمان مرات three ظهرت six مرات four اربع مرات لحد يا جماعة five ظهر مرتين اهو اول خانة هنا والاخر خانة تحت كده وطبعا لو جمعت الأرقام دي كلها تطلع لحضرتك الإجابة one فتتأكد ان الحل بتاعك صح طيب في اجزامبل سيفن فكرة مختلفة بيقول اباك contains three pools marked one two three في شنطة جواه ثلاث كور مترقمين واحدة one وواحدة two واحدة three two pools are selected one by one انا هاختار كورتين واحدة وبعدين التانية فتعالوا مفكر مع بعض كده انا الشنطة هي قدام يا جماعة فيها ثلاث كور كده هم مترقمين one two three فلما اجي اختار بشكل عشوائي كده يعني مش هبص وهختار كده اي واحدة بالصفة وخلاص ايه الاحتمالات اللي ممكن تطلع ممكن يطلع one او two او three الله اعلم اي حاجة في الثلاثة فقالك طبعا هاختار بقى one by one with replacement وتحت كلمة with replacement دي تحط ألف خط هو يقصد ايه بكلمة with replacement يعني بالتبادل طبعا مستر يعني ايه بالتبادل يقصد ان الكورة اللي هو اخدها يعني سيه مثلا اختار بالصفة كده طلعت one هي الكورة الاولة دي ويدرب replacement يعني هيرجحها مكانها في الشنطة وبعدين يختار المرة اللي بعدها فلما رجحها مكانها في الشنطة يبقى اكتش ان الشنطة ما نقصدش اي حاجة فبالتالي لما اجي اختار مرة كمان تطلع برضو one او two او three طب هنا تطلع one او two او three طب هنا برضو تطلع one او two او three ازاي مستر يعني ازاي حضرتك خدت one وظهر لك one تاني ما هو بيقول لك الكورة اللي خدتها انا خدتها وهاختار التانية with replacement يعني هرجع الاولى مكانها تاني فطبقى الشنطة كاملة وبعدين اختار مرة كمان فالشنطة تعتبر ما نقصدش اي حاجة ده معنى كلمة with replacement طيب المهم ايه بقى هو ال random variable الاولى مستر تعالي اكتب assemble space ماشي assemble space اهي الاحتمال الاولاني ان الكورتين يطلعوا one one وبعدين one two وبعدين one three طب وبعدين two one وبعدين two two وبعدين two three اخر ناحية خالص three one three و two three و three طيب ايه القانون اللي عايزني العب بيه في المسألة هنا قال لي اهو let the random variable جملة بسيطة جدا the maximum of the two numbers يعني اللعبة اللي هنلعبها ان احنا نختار maximum of the two numbers الرقم الكبير بس جدا فتعالى في اول احتمال هنا one و one يبقى الكبير بone one و two هختار الكبير اللي هو two one و three هختار السري two و one هختار two two و two يبقى الكبير بtwo two و three يبقى الكبير بثري طبعا اللي بقين كلهم الرقم الكبير هيطلع سري يا مستر اللي انت بتعمله ده ما هو الراجل بيقول لي انا عايز maximum of the two numbers يعني اختار الرقم الكبير هو ده القانون اللي عايزني العب بيه في المسألة هنا فروحت على كل احتمال من دول اختارت الرقم الكبير زي ما هو طالب مني اقدر اقول دلوقت يا جماعة in range of x كل الاجابات اللي طلعت قدامي يا ون يا تو يا سري طب يا مستر بالنسبة بقى للprobability distribution والله ادي الاكس والف ادي الوان والتو السري تعال نشوف الاحتمالات بالنسبة للوان اهو ما ظهرش غير مرة واحدة من تسع احتمالات يبقى one over nine التو ادي one two three ظهرت تلت مرات من تسع مرات اخر حاجة لو عدت السري اللي باقيين دول خمس مرات يبقى five over nine ولو جمعت الاجابات اللي قدامك دي هتطلع بone يبقى تأكدت ان الحل بتاعي صح لان مجموع الف وف اكس لازم يطلع بone في اي مسألة يا جماعة طيب فكرة منتشرة في امتحارات كتير قوي ان هو يجيب لك جدول بالشكل ده ويقول لك الف وف اكس equal three k k six k write the find case and write the probability distribution عايز يعرف الكب كام طب ما احنا قلنا مرة مرة في الشواء اللي فاتوا ان في اي مسألة الف وف اكس مجموحة ون يعني لازم three k plus k plus six k اللي هي ارقام الف وف اكس دي يطلع مجموحهم ون فthree k plus k plus six k يطلعوا ten k equal one يعني k equal one over ten يعني equal zero point one وبعدين بيقول لك بعد ما جدت الكي اكتب لك جدول تاني اهو ادي اكس الف وف اكس one two three اول حاجة three k three times zero point one تبقى zero point three بعدين k واحدة يعني zero point one بعدين six k يعني zero point six طب ولو عايز تتأكد لازم التلات ارقام دول مجموحهم يطلع one عشان تتأكد ان حلك صح تمام طيب اخر نوعية مسائل بقينا في يونت three ودي لازم طبعا ييجي عليها سؤال في الامتحان بيجي يسأل حضرتك على اربع حاجات مهمين جدا اسمهم المين والفاريانس والستاندرد ديبييشن والكوفيشن والفارييشن طيب هي شوية رولزة هنحفظها وهنحسبها بس معناهم ايه عشان تبقى فاهم دلوقتي لو حضرتك رحت تسأل على سعر موبايل مثلا فقالك والله الموبايل ده متوسط سعره سألت مثلا في عشرة خمستاشر محل مختلفين لقيت ان هو دايما فرنج الالف جنيه يعني متوسط السعر اللي هو المين ده يا جماعة طلع الف جنيه بس على حسب حالته عشان ده موبايل مستعمل مثلا ممكن يزيد متين لو حالته كويسة قوي او يقل متين لو حالته مش كويسة مثلا او يبقى كده في سعر الموبايل ده يا جماعة متين جنيه ومالقى يا مستر الكووفيشنط الفارييشن اللي في الاخر ده ده بيقولك انا عايزك بقى تحول لي متين جنيه من الالف جنيه هي كام بيرسنت كام في المية فتقول لي او والله هي عشرين في المية فبدل ما قولك ممكن يزيد او يقل متين جنيه اقولك لا ممكن تمن يزيد او يقل تونتي بيرسنت هو ده بعد الحاجات دي طيب ده عشان تبقى فاهمهم بس انما نهمني الرولز اللي هتحل بيها في الاخر دلوقتي المين ده او بنسميه الاكسبكتيشن ساعت العلامة بتاعته ميو والرول بتاعه زي ما حضرتك شايفة هو كده الميو بتساوي ساميشن اكس افف اكس انما الفاريانس اللي بعديه اسمه سيجما سكوير القانون بتاعه ساميشن اكس باور تو افف اكس مينس الميو اللي احنا جبناها قبلها باور تو طيب الستاندرد ديفيشن عبارة عن سيجما فيدوب هتعمل روت للسيجما سكوير اللي انت جبتها قبلها بس جده اخر حاجة الكوفيشنط فاريشن قلنا عشان نحسم هي كام في المية هنقسم السيجما اوبر الميو ونعملناها تايمز وان هندرد عشان نحولها كام برسنت زي ما انتو شايفين كده طيب تعالا نشوف ايجزامبل في النوعية دي من المسائل انا هدي لك جيفن بقى البروبابيليتي ديستريبيوشن يعني الجدول اللي انت تعلمت تطلعه في المسائل اللي فاته هو منديه لك جيفن في اول المسألة دلوقتي وبعدين بيقولك لو اللي قدامك ده عبارة عن بروبابيليتي ديستريبيوشن وحتى لو ما قالش ما انت شايفت طبع ارقام دول مجموحهم وان يبقى ده خلاص بروبابيليتي ديستريبيوشن فايد زامين فاريانس ستاندرد ديبيوشن اند كوفيشنط فاريشن اللي هم اللي اربع قوانين اللي فاته حضرتك لو بسيت للرولز بتاعتنا هتلاقي ان انت محتاج حاجتين اساسيين الباقي كله بيتجاب منهم بصة كده انت عارف ان الميو اهي هي ساميشن اكس اف اف اكس السيجما سكوير لها الفاريانس يعني هي ساميشن اكس باور 2 اف 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 اكس مينس ميو باور 2 اخر حاجة السيجما هي روت سيجما سكوير وبعدين بنعمل سيجما افار ميو طيبز 100 عشان نحسب الكوفيشنط افاريشن فهتلاقي ان انت محتاج حاجتين بالزبط لو جبتهم يبقى انت جبت كل حاجة ساميشن اكس اف اف اكس و ساميشن اكس باور 2 اف اف اكس فيا جماعة بداية الحل ان انا هعمل بالوقتي تابل جديد كده بالشكل ده اهو في الحاجات اللي انا محتاجها اللي هم اكس اف اف اكس دول اللي معايا اصلا انا محتاج بقى اكس طايمز اف اف اكس و اكس باور 2 طايمز اف اف اكس فالاكس معايا بوان او تو او سري هو اللي بديهم ليهم بالترتيب اللي f of x ساعتها 0.3 0.5 0.2 جميل جدا طب لو عايز اعمل x times f of x والله 1 times 0.3 اهي 2 times 0.5 بول 3 times 0.2 ب0.6 حلو جدا طب لو محتاج x power 2 times f of x اقدر اعمل x d power 2 times f of x اللي جنبها فهتطلع 0.3 وبعدين 2 power 2 times 0.5 اللي جنبها فهتطلع 2 3 power 2 عشان انا عايز x power 2 times 0.2 اللي جنبها فهتطلع 1.8 حلو جدا فمن هنا بقى summation x f of x هجمع ال values دي يطلع 1.9 و summation x power 2 f of x هجمع ال values دي يطلع 4.1 فنبدأ باول رول عندنا وهو المين المين اللي هو العلامة بتاعته ميو equal summation x f of x ما هي جهزة هي مستر جبناها ب 1.9 خلاص طب الفاريانس الفاريانس العلامة بتاعته sigma square equal summation x power 2 f of x ماينس ميو باور 2 يعني 4.1 ماينس الميو اللي جبناها قبلها اهي power 2 وده هتطلع اجابته معايا 0.49 طب وبعدين بقى انا السيجما هي روت السيجما سكوير اللي انت لسه جايبها دي فتطلع 0.7 اخر حاجة اللي هي ال coefficient of variation دي يا جماعة السيجما over الميو times 100 فتطلع كالكوليته حوالي 36.84 وما تنساش علامة ال percent يبقى انا يا جماعة من لحظة ما جدت اللي اتنسى مشان دول يا دوب انا بس بعوض في الرولز طيب تعال انا عيد تاني من الاول كده ركز معايا ادي تابل تاني اهو x و f of x خلاص انا عرفت اني عشان اجيب الاربع حاجات دول اللي هما المين والvariance والstandard deviation والcoefficient of variation انا محتاج اعمل تابل جديد بالشكل ده اهو كده x f of x x times f of x x power 2 times f of x فالx اللي معايا 1 او 2 او 3 ال f of x 0.3 0.1 0.6 طب x times f of x 1 times 0.3 هعمل d times اللي جنبها هتطلع 0.3 2 times 0.1 اهي 3 times 0.6 اهي ماشي طب لو محتاج x power 2 f of x هعمل الاول الوانده power 2 وبعدين اضربه في اللي جنبه عشان اجيب x power 2 times f of x فتطلع 0.3 بعدين 2 power 2 في اللي جنبه فتطلع 0.4 3 power 2 times اللي جنبه فتطلع 5.4 فلو حبيت دلوقتي اجمع summation x f of x هجمع الثلاثة ارقام دول تطلع 2.3 summation x power 2 f of x هجمع الثلاثة ارقام دول تطلع 6.1 طب اما للرولز بتاعتنا بقى اهي بسيطة خلاص المين اللي هو الميو summation x f of x اللي هو 2.3 طب الvariance اللي هي sigma square عبارة عن summation x power 2 f of x minus mu power 2 يعني 6.1 minus 2.3 power 2 فطلعت 0.9 طب لو عايز السجما يبقى روت الايجابة اللي قبله اللي هي 0.81 يبقى روت الزيرو بوينت ايتي ون يطلع 0.9 اخر حاجة الكوفيشن توفريشن بيبقى اهو sigma over mu times 100 يعني 0.9 over 2.3 times 100 فيطلع 39.13% بالشكل ده ادي يا جماعة فكرة الاربع قوانين دولي سهلة ومضمونة ما فيهاش اي حاجة جدول وبعوض في الرولز على طول طيب number 12 حضرتك هتحلها انما بقى انا عايز اقولك ان number 13 واللي هتحلها بعضها على طول تقريبا كل سنة لازم فكرة من دولتي في الامتحان فتركز معايا جدا في number 13 لو سمحت بيقول في number 13 if the probability distribution يعني ده probability distribution اهو one two ايه خلي بالك الايب بعد اعرفهاش وبعدين three k k six k برضو كيبا لاعرفهاش فبيقولك لو سمحت هتلي الايه بكام والكيب كام لو انا ديتك given ان المين اللي هو الميو بone point eight ده given من حقك تستخدمه والله يا مستر احدى عشان نجيب الكي دية بكام مش فارق معنا المين لان انا عارف ان مجموع الف وف اكس بone حضرتك قلتنا سامشا الف وف اكس في اي مسألة لازم يطلع one يعني three k plus k plus six k بone لسه عملينها من شوية يبقى ten k بone يعني k zero point one فهرجع عشيل دي واكتب مكانها zero point three ودي تبقى zero point one ودي تبقى zero point six حلوة جدا لاني جبت الكيب كام خلاص فده اول حجم اللي هو طالبه انما عشان نجيب الايه لا ما ينفعش لازم استخدم بقى المين اللي هو مديهولي ده طب انا عشان نجيب المين كنا بنعمل اي من شوية كنا بنعمل تابل كده اهو x f of x x times f of x والله ال x one two ايه خلي بالك الاي ما نعرفهاش ال f of x جبناها خلاص zero point three zero point one zero point six طب لما اعمل يا جماعة x times f of x one times zero point three تطلع zero point three two times zero point one تبقى zero point two انما a times zero point six تبقى zero point six a انا عارف ان قانون المين اهو summation x f of x فلما اتجمع ال x f of x دول تعال نشوف كده يطلعوا كم والله zero point three دي و zero point two يبقى zero point five plus zero point six a يبقى summation x f of x يطلع zero point five plus zero point six a لان اللي ايه ما عرفهاش طب المين ماذا بديك المين فوقه هو بدينا الاجابة في المسألة يا جماعة فهودي zero point five بالمينس يبقى zero point six a equal one point three يبقى الايه equal one point three over zero point six اللي هي تطلع حوالي two point six a six a دي الاجابة بتاعت الايه يبقى خلاص جبناك كيب كام وجبنا الايب كام زي ما هو طالب من فكرة مهمة جدا 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 جات في امتحانات كتير قوي 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 قبل كده فتحلها مرة واثنين لو سمحت ان هو مديلك النون ومديلك المين بكام مش طالب منك المين زي المسائل اللي فاتوا فعملنا التابر اللي عادي بتاعنا المين معايا قانون المين حتتين المين هو مديهولك طب صاميشان اكس اف اف اكس طلع في القنون اللي احنا ما عرفوش فمن هنا قدرنا نحسب الايب كامل طيب هنا بيقول قد سكريت random variable x it's range one and two يبقى مديني random variable من غير جدول ولا حاجة مراسمش الجدولة لهو وبيقول ان ال range يعني اجابات الاكس طلعة one او two find probability distribution احسب لي انت probability distribution طيب probability distribution ده اللي هو مين ده اللي هو الجدول اهو اللي هو اكس اف اف اكس عايز حضرتك اللي تحسبه طب ركز كده معايا اللي جنبها one minus k ليه؟ عشان لو جمعتهم في اي لحظة الكي دي والكي دي يروحوا مع بعض فهيبقى ان مجموحهم بone نقول تاني انا متأكد ان الحاجتين اللي هنا دول مجموحهم ون فلو فردت واحدة منهم كي زي ما انت شايف كده لازم تكون التانية one minus k عشان في اي لحظة افكر اجمعهم الكي والنجاتيف كي يروحوا مع بعض فهيبقى الone اللي احنا متعودين عليه طيب وبعدين يا مستر استفدنا ايه؟ لأ ما هو جاء الله لحضرتك كمان ان الميل بone point two يعني هو بديك الميو اهي given في المسألة اللي انت عارف ان القانون بتاعها summation x f of x طيب تعالا نعمل التابل اللي بنجيب منه الميه ادي x f of x x times f of x دلوقتي ال x one او two الif of x احنا فرضناها k وone minus k فلما اعملهم times one times k تفضل k زي ما هي لما اضرب two في one minus k two تضرب في الاثنين تبقى two minus two k فلو حبيت اجمعهم على بعض تبقى two minus two k هزود عليها k هجمعهم اهم فهيبقى جماعة تبقى two minus k واحدة طيب نكتب الرول تاني اهو المين equal summation x f of x والله المين هو مديهنه بone point two في المسألة طيب summation x f of x انا وصلتهنه هو two minus k فهجيب الكي في ناحية الوحدة والارقام في ناحية الوحدة اكتشفت ان الكيه جماعة ب zero point eight اروح رجع هنا شايل الكي دي وكاتب zero point eight وهنا one minus zero point eight تبقى zero point two ولو عايز تتأكد تاني ان حلك صح لازم لما تجمع دول يطلعوا شبه فكرة اللي قابلها بالظبط الفكرتين دايما واحدة منهم بتيجي في الامتحان فتذكرهم كويس لو سمحت شبههم كمان number 16 a discrete random variable نفس الفكرة هي تاني discrete random variable range بتاعنا zero او one او two يعني هو الراجل مدينا اجابات الاكس يا جماعة zero او one او two بس كاتبها بقى بطريقة غريبة شوية بيقول probability بتاعت الزيرو اجابتها zero point two probability دي اللي هي الف في اكس يا جماعة اللي هي دي كده ب zero point two هاتلي انت probability one بكام و probability two بكام يعني بيسأل عن الرقامين اللي هيكتبه هنا يا جماعة طب انا معرفش عنهم حاجة لا اعرف عنهم حاجة تعرف ايه اعرف ان مجموعة ثلاثة على بعض بone فلو فرضت واحدة k يبقى الثالثة اللي بقية دي one minus الاثنين اللي فاتوا دول اللي هم zero point two plus k يبقى one minus zero point two minus k يعني zero point eight minus k اهيه ايه مستر اللي هارك عملته ده دول تاني من الاول بص معايه zero point two دي دي هو اللي مدهالك طب اللي اتنين دول انت متعرفهمش ففرضت واحدة k اجيب التانية ازاي انا عارف ان الاولى والتانية والتالتة مجموحهم one فقلت يبقى التالتة اللي احنا بندور عليها دي هي one minus الاثنين اللي فاتوا فدخلت النجاتيب على البراكت اتبقى في الاخر zero point eight minus k اهيه جرب كده في اي لحظة تجمع التالتة دول يطلع لك الول اللي احنا متعودين عليه طيب برضو مدينا المين في المسألة اهو تعالا نعمل التابل بتاع المين اللي هو اكس f of x x times f of x والله الاكس zero او one او two الف of x بقى zero point two k zero point eight minus k فلما عملوهم times واضربهم في بعض zero times اي حاجة هتبقى zero one times k تبقى k طب two times الرقم ده تضرب في الرقمين تبقى one point six minus two k طب انا عايز summation x f of x عايز اجمعهم على بعض والله one point six minus two k زود عليها k كمان تبقى one point six minus k واحدة طب برجع للقانون الاصلي ان المين summation x f of x المين given في المسألة بone point two هو اللي ادهوني في المسألة طب الصميشن ده جبناك كام جبناك بone point six minus k فلما تودك كيف ناحية والارقام في ناحية تطلع ان k zero point four يبقى الجدول الاصلي اهو يا جماعة x f of x zero one two zero point two k طلعت ب zero point four فبالتالي هنا zero point eight minus zero point four تطلع zero point four هي كمان وتأكد اللي بتلاتة دول مجموحهم وان في الاخر تاني بأكد عليك اخر تلات مسائل دول دايما بتيجي واحدة منهم في الامتحاد فلو سمحت تركز وتساجرهم كويس جدا 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 المسائل مضمونة ويدب العوض في الرولز ما فيهاش اي تحوير ولا حاجات صعبة خالص دي اخر فكرة جماعة عندنا في يونت ثري النص التاني من دلوقتي بتاع يونت ثري مالغي مش عليكو خلاص انت اللي عليك هي المسائل اللي احنا حلناها بس دي دلوقتي كده الحاجة الوحيدة اللي بقيننا هي يونت تول الفيديو اللي فات خلصنا في يونت وان والفيديو ده خلصنا يونت ثري بان ان شاء الله فيديو كمان وانا بخلصنا يونت تول اللي بقيننا باذن الله بالتوفيق يا جماعة